نبينا عليه الصلاة والسلام الذي رفع الله درجته وأعلى منزلته وجعله خير خلقه وأعطاه الكوثر والمقام المحمود وجعله أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يأخذ بباب الجنة رم هذا كله يقول وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ويقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه ويقول لهم عيناني لا تمسهم النار عين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله وعين باتت تحرس تحرس في سبيل الله ويخبرهم أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه يجرى عليه عمله الذي كان يعمله ويأمن الفتان يأمن الفتان في قبره هذا الرباط إخوتي وأخواتي إذا كان مطلوبا ومأمورا به إلا أن أهل العلم قالوا بأنه يتفاضل فخير لباط إنما يكون في الصغر الذي يكون الخوف فيه أشد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر